موعد رحلة خطرة أخرى تنتظر لاجئ الروهينجا الذين فروا من العنف والاضطهاد في ميانمار بعد إعلان حكومة ميانمار إعادة أكثر من ألفي لاجئ روهينجي كمجموعة أولية إلى البلاد حالة من الرعب والهلع أصابت اللاجئين الروهينجا في بنجلادش لدى سماعهم بالاتفاق الذي توصلت له ميانمار مع حكومة بنجلادش ليعادتهم إلى بلادهم فعلى الرغم من تصريحات السلطات في ميانمار استعدادها لاستقبال اللاجئين في بنجلادش إلا أن المواطنين الروهينجا يرفضون العودة إلى مناطقهم التي فروا منها بسبب الوحشية التي تعامل بها معهم البوذيين والجيش في ميانمار اتفاق العودة دفع العديد من العائلات التي من المقرر أن تكون بين الدفعات الأولى التي ستعاد دفعهم إلى الفرار من مخيماتهم إلى مخيمات أخرى داخل بنجلادش الأمم المتحدة قالت أن أي عملية لعودة اللاجئين إلى ميانمار تعتبر عملية تطهير عرقي إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنجلادش وميانمار إلى وقف عملية عادة اللاجئين الروهينجا إلى بلادهم جوتيريش أشار إلى أن الظروف الحالية ليست ملائمة لعودة هؤلاء اللاجئين في الوقت الذي أكد وجوب أن تكون العودة طوعية وأن يقرر اللاجئون بأنفسهم المكان الذي يرغبون بالعودة إليه في أمان وكرمة دعوات الأمم المتحدة تناغمت مع صوت المفاوضات السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليتة التي حثت في وقت سابق حكومتي بنجلادش وميانمار على وقف عملية عادة اللاجئين الروهينجا في بنجلادش إلى إقليم أركان بسبب عدم الزوال الخطر الذي دفعهم للهروب أما المداثعون عن حقوق الإنسان فقد أكدوا أن الظروف في ميانمار ليست آمنة بعد لعودة اللاجئين الروهينجا الذين حرموا عموما من المواطنة والحقوق المدنية في البلاد ذات الأغلبية البوذية